ومن اسطنبول التحق بنا المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد أحمد حمادة أهلا بك معنا مجددا في نشرة الحادية عشرة عقيد أحمد هل تعتقد بأن تنفيذ اتفاق حرستة الذي يقضي بخروج نحو ثمانية ألاف شخص من مدينة حرستة سوف يتم تطبيقه كما يجب السلام عليكم طبعا تحت ضغط النار الشديد التي تعرضت له مدينة حرستة وباقي مدن الغوطة الشرقية حيث تم استخدام كل أنواع الأسلحة وتم فصل المناطق عن بعضها فصل حرستة عن دومة وكذلك عن المنطقة القطاع الأوسط في كفربطنة وجسرين وعربين وباقي المناطق لم يبقى أمام المقاتلين الذين صمدوا صمودا بطوليا على مدى خمس سنوات إلا نوع من الاستسلام الاتفاق تكفله روسيا للأسف الشديد كما كفلت بعض التهجيرات من الوعر وكذلك المنطقة الدارية ووادي بردة وبعض المناطق إذن هناك سيتم خروج 1500 مقاتل و5500 أو 6000 من عوائلهم إلى مناطق الشمال السوري ويقولون بأنهم سيضمنون عدم تغييرا ديمغرافيا في تلك المنطقة وعدم الضغط على السكان الذين يبقون في هذه المدينة إلا أن التجارب أثبتت بأن قوات النظام لن تراعي أي اتفاق هم الجميع متخوف من دخول الميليشيات بعد ما رأينا وسمعنا تهديدات من ضباط النظام والضباط الميليشيات بانتهاك كل محرم في داخل المناطق التي سيدخلون عليها طبعا اليوم أتوقع سيكون هناك بدء تنفيذ هذا الاتفاق سيخرج المقاتلون بأسلحتهم الفردية ولكن هناك نسأل الجميع لماذا لم يتم الخروج هؤلاء إلى إدلب لماذا لم يخرجون إلى درعة وهي الأقرب بحدود 50 إلى 60 كيلو متر عن مدينة حرستة الحدود الإدارية لمنطقة درعة إذن هناك أمرا مبيتا لإدلب من أجل خروج كل المقاتلين المعارضين على الساحة السورية ووضعهم في مناطق إدلب ربما ستكون التعامل العسكري كما تم التعامل معهم في هذه المنطقة عقيد أحمد كيف تفسر برأيك نظام الأسد وهو يقصف بطائراته الذي طال المدرسة الواقعة في محافظة إدلب ووقع 16 قتيل من التلاميذ طبعا هذا النظام ارتكب جرائم كثيرة جميعنا نذكر مدرسة حاس التي ليست بعيدة عن مدرسة كفر بطيخ التي تم استهدافها طبعا قرية كفر بطيخ التابعة إلى ريف مدينة سراقب تم استهداف المدرسة وقبلها مدارس في الغوطة إذن أهداف النظام هي المدارس المشافي البناء التحتية هو يريد قتل الناس تخويف الناس من أجل جعلهم في حالة رعب وعندما تتقدم قوات هذا النظام المجرم يعني إذا كانت طيران تقصف المدارس نحن أين المجتمع الدولي أين حقوق الإنسان أين الدول التي تدعي بأنها إنسانية وبأنها ضد هذه الأعمال حتى الآن لا نرى أي تحرك لا في الغوطة الشرقية ولا في إدلب يعني هل هؤلاء الذين ليسوا 14 بل ارتفع العدد إلى 21 شهيد من الأطفال 14 من الأطفال وبعض المعلمين الذين خرجوا والمستخدمين في تلك المنطقة لا يزال حتى الآن هناك ناس تحت الأنقاض أطفال تحت الأنقاض مفقودين يعني هذه عملية جريمة حرب بكل مقاييس الحروب إذا كانت حروب ولكن هذه ليست حرب هي حرب إبادة تشن على الشعب السوري هو عدوان روسي سافر عقيد أحمد بعد تواجد القوات التركية في عفرين برأيك كيف تنظر تركيا لبقية المناطق في سوريا والتي تعتبر وجود الأكراد فيها تهديد لها مثل منبج والقامشلي طبعا بالنسبة للقوات التركية والجيش الحر هو يقاتل في عملية غصن الزيتون تم تحرير كل هذه المنطقة منطقة عفرين والوصول إلى مدينة عفرين بالأمس تم السيطرة على ثلاث قرى هي كيمار في محيط نبول والزهراء جنوب عفرين اليوم أمام الجيش التركي والجيش الحر ثلاث محاور المحور الأول هو منبج المحور الثاني هو تل رفعة المحور الثالث هو إدلب وكل هذه العملية العسكرية يجب أن تكون أتوقع بأن هذه المنطقة تل رفعة جنوب عفرين هي تخضع لبعض التفاهمات بين الأتراك والروس أما الأتراك فهم مصرون على طرد وحدات الحماية الكردية من منطقة منبج إلى شرق الفرات أما باقي المناطق نسمع بأن من الساسي الأتراك وعلى رأسهم الرئيس الدغان ورئيس الحكومة ووزير الخارجية بأنه سيتم التعامل وملاحقة كل الإرهابيين يعني المقاتلين الأكراد المنضويين تحت أحزاب انفصالية البويدة وحماية المرأة والبككي وغيرهم في منطقة الشمال فهذه العملية ستطلب وقتا كافيا وتفاهمات ما بين الولايات المتحدة وما بين تركيا وكذلك ما بين روسيا وما بين تركيا ودول الإقليم إذن العملية ليست سهلة بالنسبة لتركيا ولكن تركيا عازمة على طرد كل هؤلاء من المحيط الحدودي الجنوبي لتركيا إذا كان معنا من إسطنبول المحالة العسكري والاستراتيجي العقيد أحمد حمادة شكرا جزيلا لك